موسيقى يا شفع بقولك قوم قومت دا زي ابني في الموسيبة دي الوحدي حرام حرام عليك يا تحية حرام عليك أسلوب الفاسع اللي انت بعيشاني في ايه دي لها تكون أول ولا آخر مرة بقولك محمود اتناسك بسلاح وزاخيرة ومتفجرات متقربة من سودان هعرف دا يعني ايه يعني أخوي أنا هياخد بشي أقل من إعدام صدقي وأمني أخوك يا محمود دا طول عمره طماع وغاوي المكسب السريع قلت قلت عاش تغل معايا وهديك أكتر من اللي بياخده خرجين كلية الطب الدكترة الكبار اتعنتظ وعمل في أمها أم طبعا مهما خد مني مش هيجي قدي اللي بياخده من مكسب تجارة السلاح عزوموا الكلام دا أنا في ايه وأنت في ايه؟ ملزموش ولا حاجة هاختي ملزموش ولا حاجة أنا بس صعبان عليها البدا قدمين اللي مش عارفة مصلحتها فين ربنا معاه وي او وي هتنالتاني يا رجل والسجنين فين أنا فيه؟ لا عايزاني أعمل ايه؟ تكلمون يا بي وانا بيكلم محمود اللي انت بتشتغل معاهم يا بنت الحلال عايزاني أحط رجل في قضية سودة زي دي دا انت بتقوله تجارة سلاح ومحاولي تغطير الرئيس جمهورية انت بستغنية عن عهالك وليه انت؟ يعني ايه؟ عايزنا سيب أبويا واخويا محبوسين وقف اتفرج عليهم يا شافع لا ودي تيجي؟ ضميني معاهم في أم القضية واخلاص مني يا تحية يا بنت الحلال افهميني وايمانات المسلمين احنا لو في ايدنا حاجة مش هنتأخر بس عايزك تفهمي المحامين اللي شغالين معاي شغالين حاجة اسمها بيزنس تحكم تجاري يعني قضية تجارية قضية المصيبة بتاع أخوكي عايزة محامين سياسة إرهاب دولي زي ما بيقولوا وانا ماليش بأصلحة في دول أخوكي بقى المناضر التاني هو اللي أعرفهم مش هو اللي جابني المحامية اللي رفعت له عضية في الجامعة بيسوفها هي فين وإذا كان على الفلوس رقبت سدادة من ألف لمئة ألف أنا عمري متأخر على حد بس في اللي ما يضيعنيش أنا قلت اللي عندي وعديني الإحب وأزح سبيني بقى يا أختي أرتاح شوية عشان أقوم أشوف المصلحة ايه دي يا مادام تحية الموضوع بسيط والله هو مش اعتقار هو احتجاز عادي يعني بيحصل كتير لأي حد من ناشطين السياسيين هو إحنا كلنا طلعنا عادي بعد ما أعرفونا زي كل مرة بس هو أحمد قعد عشان محمود أصلاً كانوا بيدوروا عليه واضح إن حد كما بلغ عنه مبارح متهيقلي بعد اللي حضرتك بتحكي عنه ده هم هيفضلوا حاجزين أحمد لغاية لما هيتطلعوا منه أي معلومات لا 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 ما ظنش أن أحمد يعرف أي حاجة عن الموضوع ده لأنه أصلاً مش حقيقي هم متعودين كده كل شوية فابلكونا أي موضوع أنا مش هسكت أنا هبلغ مركز المساعدة القانونية لفسكندرية أيوا هم دول هم دول اللي كانوا رافعين القضية بتاعت الجامعة بتاعت محمود وعارفينه كويس ده أنا هكلم كذا حد من صحابي اللي شغلين في منظمات حول الإنسان وصحفيين ومرسلين برامج لا 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 مش هنسكت خالص عايزك تتطميني خالص أحمد أخويا ومحمود أخويا ومش هنسبهم خالص أيضاً لا لا تنزل مين اللي يع لبس حاجة خشب أكهربك إلي حصل ده ما أهرديش ربانة إنتاً بيلي عمل فيك يا محمود يا أم الزكاء يا خي هاكن مينا سالم يعني الله أخرب بيهتك تاعتنى إلي انت عملته ده سالم إلي خلّك تقتلى الريز بتاعه أنا هلوشو ده أنا مش فاكر حاجة من الكهرباء رئيس صيادين إيه اللي خلاك تقتل رئيس صيادين أسلم؟ ضيعتين ده اللي أخرب بيتك التبدول إيها محمود؟ أنا مش فاهم حاجة زي ما قلتلكم الأمل كله في الودة شكله مهزوز وحيجئر بكل حاجة لكن الودة التانية عقر مش هوصلنا لحاجة مش ممكن سيادتك يا فاند لاخدش وقت كهرباء ينوروا حاجة مفيش فايدة أنا قلت فيه حاجة في الأسلام بس صارت المشكلة فيه واضح السبب إن جسمه متعود عليها فيه تقريب في ملفه بيقول إن كان شغال كهرباء كهرباء؟ ونقاش وسباك وكمان اشتغل طيار في مطعم بيتزا لما كان بيدرس في القهراء أنا من ساعة ما عرفت الموضوع الإضراب عن الطعام اللي عمله ده عشان يتعاين في الجامعة وأنا قلت له قده مش سهل حيتعبنا كده بقى يبقى عنده كل الدوافة عشان يعمل عملته المهببة دي بس من غير هاتراف تبقى الأضياء ضعيفة ما فيه شهدية بقول لكم إيه؟ ركزوا مع الله دي التاني ده سياد ومالوش في الكهرباء ها؟ موسيقى يوم السابت عندنا اعتصام عمال الشركة المراجل البخارية يا جماعة لازم نتضمن معهم قامت دي ما بيهددهم مفعلا اعتقلتها من قيادتهم على الأقل يعني نساعدتهم من وصولتهم من الإعلام في يوم الحد الأضياء بتاعت أهلية وصن ويوم الاثنين فيه الوقفة الاحتجاجية بتاعت كلية أداب ده عشان الطلاب اللي اتفصلوا لما عملوا معرض صور عن فلسطين يوم الثلاث بقى فيه المقابلة مع الممثل القوى السياسية والمجتمع المدني المقابلة دي مهمة قوي عشان عاوزيني نصك فيها هنتحرك ازاي في قضية خالد سعيد أو طبعا يوم الأربعة الجلسة بتاعت سواق ميكروباص اللي اتعذب شوفوا بقى يوم الخميس شكلها كده والله أعلم أجازة لحد الوقت ما فيش حاجة ده يبقى ايه؟ أول خميس من شهرين ناخده أجازة؟ أهلا سلام عليكم اتفضل ادخل يا باسم الحمد بله تمام ممكن بقى زود على الجدول الحافل بتاعك وده قضية ما تستحملش التأجيغ خالص لأمتى اليوم الخميس؟ لا لي لازم نتحرك فيها النهاردة ودلوقتي كمان فاكرة محمود عبد الناصر أخو أحمد صاحبنا اللي كنت يرفع له القضية بتاعت الجامعة؟ طبعا فاكرة وده لسا نتنسي أبدا لسا مكلمني الأسبوع اللي فات ومقطمني علشان رؤل القضية في المحكمة بيكلمني كأنني أنا شخصية المسؤولة عنها ومش عاوز يقتنع قبلا ونهو القضاء في بلدنا كده بطيء القضاء عندنا بطيء يلا بس أنا عزرابر أهو مشكلته دلوقتي ما باقتش في الجامعة باقت أكبر بكتير أبضوا عليه النهاردة وبيتهموه هو واحد تاني بمحاولة اختيار رئيس الجمهورية أثناء زيارته المصنع جنب رشيد أيها فعلا دكراح هناك النهاردة بس الزيارة تلغت وراح برج العرب بس ما هو وضح فعلا أن ده السبب بتاع الغاء الزيارة أنا ما عنديش تفاصيل كتير قوي خصوصا إن الموضوع هتكتم عليه ومخدش طريقه للفيسبوك ولا تويتر ولا لأي حتة كل اللي فهمته من أخته واللي هي عرفته عن طريق راجل بيكره محمود ليه ناس في أمن الدولة بيقول إن هما متهمينه بتهريب أسلحة ومتفجرات عشان يقتل الرئيس مفاشل ليه بقى إن شاء الله يا راجل حرام عليك انت عاوزه يتقتل قبل ما نجيبه ونحكمه هو رجالته يا مونا انت هتنقتين ده إحنا هنموت قبل ما نشوف الراجل ده ميت عايزة أنا بقى هنعيش لحد ما نشوفه بتحاكم ومين اللي هيحاكمه إن شاء الله حضرتك الراجل ده مسك كل حاجة في البلد في إيديه مش ده موضوعه دلوقتي خليها في المهم قولي محمود فين أخته بتقول إنه لسه في رشيد فطرع أمن الدولة اللي هناك غريبة مع إنه في المصايب الكبيرة عادة بيبعتوه من اسكندرية تخليه بقى أم المصايب أكيد حيروحوا بقاهرة ما هدي الفكرة إحنا عايزين نلحاوه قبل ما يطلعوه من رشيد وما نعرفش وده فين وبعد كده يلعبوا معانا لعبة إحنا ما نعرفش مكانه روحوا بلغه في النيابة إيه 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 إنتا حتقولي دي لعباته من مفضلة ها يلا يا شاب عوزة أفكار خلتكدي من فيل هو في ميزة إحنا ممكن نستغل لها إنهم أجليه قبضوا على أبوه جزوخته وناس كتير من أهل رشيد في الإجراء المهابب اللي بيعملوا كل ما سياد وروح مكاني ومولامين كل الناس اللي في القايمة بتاعتهم ده حتى أخوه أحمد سابونا وحجازوه أكيد عشان يحققوا معافل اللي حصل مع أخوك كبير وإنتي عارفة بقى التحقيقات دي بتبقى عملة إزاي بس أنا مش فاهم إزاي دي تبقى ميزة هاي فكرة باسي ما عنده حق أيوا إزاي بصوا إحنا نستجال إنهم المراجع تقلوا ناس كتير آه نستخدم الحكاية دي كضغطة لأمن الدولة أيوا